هي أجمل من مجرد مباراة في كرة القدم اليوم يوم سعيد عظيم لعشاء الكرة ريال مدريد ومانشستر سيتي كانت متعة كاملة متكاملة انتهت بالتعادل قوة بدنية قوة فنية مهارات وسرعة وتزدادات قوية وفي الخلف حراس كبار على المرمى كل شي كان حلو وعظيم في مباراة الريال والسيتي في البرنابيو انتهت المباراة صحيح بالتعادل تعادل إيجابي من قضيفة مدريدية لبينيسيوس وصاروخ من ديبروين الحسب تأجل لمباراة العودة في ملعب الاتحاد بس على الأقل قال ريال مدريد اليوم نعم السيتي خيالي لكني ما زلت كبير اللعب يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الكلام كلام كبير والكرة حلوة الكرة ممتعة كرة قدم حقيقية أنا فاهم إن الكلام ده بيتقال في كل مواجهة في دوري أبطال أوروبا أو كل مواجهة في أي مواجهة أوروبية بس النهاردة المباراة حلوة حلاوة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في البرنابيو في زهاب نصف نهاء دوري أبطال أوروبا كانت مباراة ممتعة وحلوة تيكتيكية رائعة قوة والسرعة وتزديدات عظيمة وتصديات كبيرة كل حاجة حلوة من أول لاتنين مدربين لبينزيمة وهلند وبينيسيوس ووكر وكاما بينجا اللي عمل مباراة كبيرة النهاردة روديجر وديفيد ألبا عملوا مباراة تاريخية والله تاريخية مش تحيز يعني لريال مدريد وإن كنت يعني أمين للتحيز لريال مدريد ما كدبش عليكم بس الدلالة على كلامي النهاردة هلند ما عملش حاجة خالص هلند ما عملش حاجة خالص هل هلند مثلا مهاجم وحش هل هلند مثلا شفتوه قبل كده بيلعم مباراة مش حلوة هل هلند مثلا شفتوه قبل كده مستوى قليل في أي مباراة من ساعة ملاعب كورة لا هلند النهاردة بلا أهداف بلا صناعة أهداف خسر الكورة خمس مرات تزددتين فقط على المرمى دون خطورة فانت قفلت على هلند قفلت على الوحش مبدئيا ناحة تانية ووكر رايت باك أو زايل ايمن لي منشستر سيتي قفل تماما على بينيسيوس دي بروين كانوا بيحاولوا يقفلوا عليه بس بينيسيوس حل الاشتباك ما انت مش عايف توصل لجوه المرمى شوت من برة رحشات شوتها حلوة قوي جول في الشوت الأول دي بروين هجماعة رجله مرعبة والله بدون مبالغة بتطلع سواريخ ايه ده؟ ده فيه واحدة دي بروين شاطها على تيبو كورتوه قابل الهدف اللي هتكلم عنه ايد كورتوه واجعته واجعته فدل يتقلم واجعاء ديه الشوتة بقى اللي جي منها الهدف الشوتة اللي جي منها الهدف لو كانت لمست ايد كورتوه كايت على قلة هتتكسر ساروخ الشوتة طلعة ساروخ الشوتة بيسموها ايه؟ جودة التصويبة الجودة بتاعت التصويبة جودة مختلفة خد بالك مش عايز اعمل مقارنات بس ما هو جودة التصويبات ديه السواريخ دي دي تدريبات وعضلات وفتنس محترم وتفاصيل كتير عاوي يعني اتكلم عنها في وقتها خلونا في مطعة المباراة بس النهاردة بيب جارديول عمل مباراة محترمة ما جودش ما زودش ما عملش الاوبر كوتشنج بتاعه التشكيل المتوقع هو اللي لعب به فظهر منشستر سيتي فرقة وقف على رجلها في البلنابيه ريال مدريد رغم انه تعادل على ملعبه بس ما عمل مباراة كبيرة قدام وحش منشستر سيتي ده على بعضه كده وحش وحش الكرة في العالم دلوقت عمل مباراة وضيع فرص ويوصل لجول اكتر من مرة لعبت الوسط النهاردة كانوا رأيين توني كروس وشواميني ومدريدش طبعا اللي جاي من اصابة عملوا مباراة كبيرة قوي جامبين جناحية الشمال عمل مباراة تاريخية رغم ان الكرة اللي وديها الدي بروين في العلب بس في المجمل مباراة تاريخية كاربخال كاربخال السنين اللي فاتت لاربع خمس سنين اللي فاتوا مش المستوى اللي قدمه السنة دي بس سنة واقف كتير قوي عند روديجر وديفيد قالها بفكت انك توقف هلن دي حاجة مش طبعية ناحية التانية دياس تقلق ستونز تقلق ووكر تقلق اكانجي تقلق حتى في غياب اكي في ناحية الشمال طبعا رودري لاعيب خيالي لاعيب خيالي بيب جورديولا استنسخ بوسكتز في مانشستر سيتي برودري نفس البروفاين نفس الشكل نفس الاداء رائع يعني دي بروين طبعا حكاية جريلش حكاية كل الفرق المطش حلوة جماعة المطش حلوة حلاوة حلوة متع متعارف لما الواحد ييجي كده هو داخل الهوى يتكلم على كورة حلوة يا سلام على المتعة حضرتك مستمتع وانت بتتفرج على المباراة انا مستمتع وانا بتتكلم عن المباراة الحكاية حلوة يا رب يا رب بالمناسبة يعني يا رب نقرب نقرب مش بقولني بقى زيهم نقرب يعني حاجة مختلفة خالص يا جماعة طيب اشتركوا في القناة